فيلمنا النهاردة مختلف أحداث وأفكار وتصوير وأشياء أخرى غريبة عن قيننا وعلشان نفهم ونفسر كل الكلام اللي حصل في هذا الفيلم خليكم معانا لآخر الفيديو عزيزي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة من الفيلم تي في النهاردة نتكلم عن The Green Knight حلقتنا هتكون متقسمة لثلاث أجزاء الجزء الأول القصة الجزء الثاني المراجعة والتقييم أكيد أما الجزء الثالث وهو شرح النهايات وبعض المشاهد اللي موجودة في هذا الفيلم اللي قد تكون غريبة نوعا ما وعلشان كده الجزء ده هيكون تحت إطار الحرق وطبعا اللي ما تفرجش على الفيلم مش هيتفرج على الجزء الثالث من هذا الفيديو قصة الفيلم باختصار بتتكلم عن السير جويل هذا الشاب هو يبقى ابن أخت الملك آرثر الظروف بتدفعه أنه يقبل تحدي مع كائن ضخم أخضر أو بمعنى آخر The Green Knight التحدي ده كان في ليلة راس السنة والتحدي ده كان مقسوم لشقين الجزء الأول في هذا العام أو في الفترة اللي ظهر فيها هذا The Green Knight أما الشق الثاني من هذا التحدي بيكون بعد سنة في ليلة راس السنة السنة اللي بعدها وبالتالي هذا الشاب لازم يروح للأرض بتاعة هذا The Green Knight لكن في خلال هذه الرحلة اللي المفروض بتكون رحلة بتحاول إن هي تطلع من داخل هذا الشاب الشجاعة والنبل ويكون فارس قوي لكن في خلال هذه الرحلة بيواجه مشاكل كتيرة جدا هذه المشاكل بتأثر عليه بشكل كبير جدا لحد ما بيوصل لهذا The Green Knight لكن يا ترى هل فعلا بطلنا السير جوين هيكون فارس نبيل؟ ولا المخرج ليه رأيي تاني؟ فيلمنا هو من بطولة الممثل البريطاني ذو الأصول الهندية Dave Battle والممثل ده أنا أجده بصراحة ممثل رائع جدا ومتمكن جدا من أدواته بيقدر يلعب الشخصيات بتاعته بشكل مبهر جدا أما مخرجنا وهو يمكن هو ده البطل بتاعنا وهو David Lawyer هذا المخرج أنا مش فطولوش أي أعمال قبل كده ولما عملت سيرش عشان أشوف الأعمال بتاعته فيه حاجات كتيرة جدا مش مش مشهورة لكن في نفس الوقت المخرج ده أبهرني جدا في هذا العمل الفيلم دوت ملعوب ومتعوب عليه كويس جدا من إخراج من تصوير من كالورينج ألوان يعني من حاجات سيريالية وتركيبات من الجرافيك والأشكال الغريبة المبهرة اللي بتخليك تعايش كده في حالة من التشتت العقلي وبتحاول تفسر كل حاجة بتحصل وقصة الفيلم والأحداث بتاعته من الألف إلى الياء منسوبة كلها لهذا المخرج اللي قدر إن هو يجيب نص من القرن الرابع عشر وقصة موجودة من هذا العصر ومش معروف من الكاتب بتاعها أو القصة ديت من اللي عملها واللي اسمها السير جوين أنت ذا جرين نايت الرواية ديت أو القصة ديت هي قصة من القرن الاربع عشر وعلشان نوصل للمرحلة ديت من التفكير إن إحنا نجيب حاجة من هذا القرن ونبدأ نلعبها بالطريقة ديت وبهذا الإبهار لكن في نفس الوقت المخرج ده حطنا قدام عقبات كبيرة جداً كان بيختبرنا كمشاهدين وبيختبر البطل بتاعنا إزاي هيقدر يعدي من المصاعب اللي بيواجهها علشان يوصل للجرين نايت في المصلى بتاعه علشان ينفذ الجزء التاني من اللعبة هي كانت لعبة مش مجرد تحدي بيحصل لكن السر هنا هو في اللعبة نفسها كل حاجة في الفيلم كانت موجهة بشكل مباشر للبطل بتاعنا السير جوين علشان تضعه في ظروف تختبر شجعته ونبله هل يقدر يكون فارس فعلاً؟ هل هو من الشخصيات اللي يستاهل إن يكون فارس وبالتالي يبقى بعد كده يبقى ملك؟ وهنا المخرج بيحطنا قدام صراعات نفسية مع هذا البطل البطل اللي عنده نوع من أنواع الانفصام في الشخصية هل هو عاوز يكون فارس فعلاً وينفذ رغبة والدته ويكون مشرف للناس اللي حواليه كلهم ولا يهرب ويكون إنسان خنوع إنسان ضعيف مش عاوز يواجه مصيره اللي هو أصلاً اختاره من البداية بخلال أحداث الفيلم إحنا بنعيش مع السير جوين بس بنعيش مع رحلته بناخد الرحلة واحدة واحدة والمخرج بيصور لنا الموضوع بشكل بطيء جداً والحركة بطيئة جداً علشان نشعر في بعض الأحيان بالملل مش الملل علشان يكون دي حاجة سلبية بالعكس دي تكون حاجة إيجابية بالنسبة لشخصية هذا البطل بتاعنا السير جوين علشان نحس بالإحساس بتاعه والمشاعر بتاعته في رحلته اللي هو أكيد حس فيها في بعض الأوقات بالملل وأنه هو كان ممكن في أي لحظة يسيب كل حاجة ويرجع تاني لكن هنا المخرج بيضعنا قدام مجموعة من المشاهد اللي بتتلاعب بالمشاعر بتاعتنا وبتتلاعب بعقلنا علشان تقول لنا إن ممكن يحصل وممكن ما يحصلش في نعم أو لا فكرة الاختيار أنت بتختار مصيرك؟ هتمشي في أنهي طريق؟ هو ده ويمكن اللقطة ديت بانت بشكل كبير جدا فأول مشهد من مشهد خروج السير جوين من المدينة بتاعته ومتجه ناحية الجرين نايت لما وصل لمفترق طرق عبارة عن الطريق الرئيسي اللي جاي منه وثلاث طرق متفرعين من الطريق دوت أنهي طريق هيختاره أنهي طريق هيمشي فيه وبالتالي هو اختار طريق منهم وبالتالي الطريق ده كان فيه صعوبات وبالتالي كان ممكن الطريقين التانيين يكونوا سهلين جدا ويوصلوه بشكل سريع جدا لكن في نفس الوقت مفيش طريق لا يخلو من المخاطر ويمكن علشان كده كان فيه زي عبارة عن أفص وفيه راجل عبارة عن هيكل عزمي موجود أو محبوز جوه الأفص ده ده رمز وعلشان كده الفيلم برضو مليء بالرموز الرموز الخيالية الفانتازيا اللي بتتناسب وبتتلاءم مع طبيعة هذا الفيلم اللي قايم بشكل كبير جدا على الشعوزة والسحر ودلوقتي وصلنا للفقرة اللي من خلالها هنوضح بعض الأمور اللي موجودة في هذا الفيلم واللي أكيد هتكون تحت بند الحرق لكن قبل ما نمدأ وندخل في هذه القصة لازم نقول تقويمنا لهذا العمل بالنسبة لي أنا أقيم فيلم The Green Knight بتسعة من عشرة ودلوقتي ندخل فيه تحليل وشرح نهاية الفيلم وبعض المشاهد اللي موجودة داخل أحداث الفيلم أول حاجة هنبدأ بيها أكيد مع أول مشهد من مشاهد التحدي لما دخل الراجل الأخضر أو الجرين نايت للقاعة الكبيرة اللي كان موجود فيها الفرسان والملك أرثر الراجل أول ما دخل قال جملة مهمة جدا قال التحدي عبارة عن تحدي ما بين فارسين الجرين نايت وأي واحد هيتحداه والتحدي بيحمل نوعين من التحدي أنت ممكن تضرب هذا الجرين نايت بالسيف بتاعك والطاير رأسه وتموته تماما وممكن بس تخدشه على وشه تعمله خدش بسيط وهو ده التحدي لكن للأسف البطل بتاعنا اختار التحدي الأصعب اختار النهاية الأصعب اللي هو مش هيكون قدها خالص وهو أنه طاير رأس الجرين نايت على أساس أن الراجل ده مش هسحة تاني لكن المفاجأة أن هذا الجرين نايت صحي وخد رأسه ومشي وبالتالي بقى هذا الشاب السير جوين قدام مصير محتوم أنه هو لازم يروح المصلى بتاع هذا الجرين نايت ويقبل التحدي مهما كانت النتيجة سواء قطع للرأس أو خدش على الوش أما الموضوع التاني وهو خلال رحلة السير جوين لما طلع عليه مجموعة من قطاع الطريق علشان يسرقوا كل حاجة منه ويسيبوا الوحده في الغابة متربط من غير أي حاجة تقدر تنقذه وبالتالي هيواجه مصيره وهو الموت وهنا المخرج بيلعب لعبته وبيورينا نهايتين أو بيورينا مصيرين المصير الأول وهو أن لو سير جوين هيكون شاب خانوع لن يسعى إلى تحرير نفسه وبالتالي احنا شفنا مشهد الكاميرا وهي بتلف حوالين الغابة واللي ورتنا خلال هذه البان أو اسمها البان في السينما بالكاميرا بنشوف تغيرات الأرض وبالتالي في ورد بيظهر وبالتالي أن في السنين عدت أو الفصول عدت وبالتالي بنرجع تاني للسير جوين وهو في الأرض عبارة عن هيكل عظمي وهنا دي اللحظة اللي بيورينا فيها المخرج أن جوين لو قرر أن هو يستسلم ويكون شاب خانوع ويكون شاب ما عندوش أي شجاعة أنه يواجه مصيره وبالتالي هو مات لكن هنا المخرج بيرجع تاني الكاميرا ترجع تاني زي الأول وبنرجع تاني بالفصول اللي وراء وبنرجع تاني ونشوف جوين وهو في الأرض صاحي لكن المرة دي جوين بيحاول يفك الكيود بتاعته وفعلا بيقوم وبيكمل رحلته هنا حد يسأل ويقول هل فعلا دي كانت حاجة خيالية وإن جوين قرر دي مات خلاص لا هو دي كانت نوع من أنواع التلاعب بالمشاهد مش أكتر وإن المخرج كان عاوز يورينا المصيرين سواء إن هو كان إنسان خانوع مش عاوز يعمل أي نوع من أنواع المقاومة وبالتالي هو مات أما المرحلة التانية أو الفكرة التانية إن هو لا هو قرر يقاوم وقرر يحارب علشان يعيش أما النقطة الثالثة واللي أكيد وضحت من بداية الفيلم وهو إن والدة جوين هي السبب وراء كل أحداث دي كلها هي اللي كانت عاوزة تحط ابنها في اختبارات علشان يكون فارس ويقدر يكون جدير إنه يكون ملك مكان الملك أرثر يكون هو الامتداد للملك أرثر وبالتالي زي ما شفنا هي والدته ست مشعوزة وست بتعتمد على السحر وهي اللي عملت كل الكلام ده كله حتى الخطاب اللي كتبته هو هو نفس الخطاب اللي كان مع الجرين نايت لما دخل على القاعة في بداية الفيلم وبالتالي أي أحداث بنشوفها خلال الفيلم أو أي موضوعات بنشوفها خلال أحداث الفيلم من بقى تعلب من الست اللي كانت مغمية عنيها بالقماشة لما شاف حبيبته أو شبيهة حبيبته موجودة في القصر كل الناس دول عبارة عن زي بيادك بيقولوها عساكر في إيد مامتو هي اللي بتحرك كل الكلام ده من خلال السحر اللي هي بتعمله ده وجهة نظري في الموضوع لكن الحقيقة هو المخرج قال كده فعلا قال إن كل حاجة والدته هي اللي متحكمة فيها وهو أحب إنه يوضح الموضوع ده بشكل كبير جدا في خلال أحداث الفيلم أما النقطة الرابعة ودي أهم نقطة في أحداث الفيلم واللي بتوضح لنا النهاية بتاعت الفيلم كانت عاملة إزاي طبعا إحنا لما وصل السير جوين ليه الجرين نايت كان هو قدام مصير محتوم وهو إنه هيقبل التحدي أو الجزء الثاني من التحدي وإنه هو هيركع قدام الجرين نايت علشان يقطع راسه علشان هو إختار الطريق ده من البداية وبالتالي إحنا بنشوف السير جوين وهو في حالة من الخزي والعار في حالة من الجبن في حالة من الخوف إنه يواجه مصيره وبالتالي بيتردد أكتر من مرة إنه هو ياخد هذا القرار أو ياخد الخطوة ديت ويقبل التحدي لكن هنا بنشوف نقطة مهمة جدا ودي النقطة اللي المخرج بيحاول برضو يتلعب فيها بالمشاهد وهنا بنشوف السير جوين بيهرب ما بيكملش التحدي وبيرجع التاني بلده كأنه فارس منتصر وبالتالي بيخش في مواجهات أخرى وبيخش في أحداث أخرى ومصير مجهول جدا وحروب كتيرة جدا لحد ما بيكبر في السن وبيواجه حاجات تانية وبنشوف إنه هو بيتحول إلى شخص جبان في كل حاجة المخرج بيرجعنا تاني للحظة اللي قاعد فيها جوين تحت إيد الجريل نايت وبنشوف هذا الشاب اللي مر عليه شريط حياته أو تخيل ممكن يحصل إيه لو هيرف فعلا لكن هنا بنشوف هذا الشاب بياخد القرار وبيقلع الحزام المصحور اللي كان لفه حوالينه وسطه اللي كان المفروض إنه هيحميه من أي خدشة أو أي حاجة تواجهه في رحلته وبالتالي بنشوف هنا الجريل نايت بيشكره على جرائته وبالتالي إنت دلوقتي تستحق إنك تكون فارس شجاع نبيل وهنا بيواجه جوين مصيره لكن المخرج قرر إنه هو ما يورناش المشهد بتاع موت جوين ويسيب الموضوع مفتوح لعقلنا أول اختيار إنه هيكون فعلا هذا الشاب هيتقتل فعلا والراسه هتطير دي أول نقطة النقطة التانية إن الجريل نايت هيعفو عن هذا الشاب وهيكون من خلال جرحه جرح بسيط جدا على خده زي ما كان الاختيار من الأول البداية خالص وده اللي كان ممكن يحصل وبالتالي هذا الشاب هيعيش وهيرجع تاني وهيكون قائد عظيم مليء بالشجاعة وهيكون الحياة اللي هو شافها غريبة جدا ومش طبعية هتتغير تماما وهتكون للأحسن النقطة التالتة لابنشوف مشهد النهاية عبارة عن شجرة بتنبط باللون الأخضر النقطة دي تفسيرها بياخدنا للمشهد اللي كان فيه قاعد الشاب جوين مع الراجل التاني ومع الست اللي كانوا فيه الأصر الكبير والست التانية اللي كانت مغمية عنيها لكن البنت اللي كانت شابه حبيبته كانت قالت حاجة مهمة جدا قالت هو ليه هذا الجرين نايت اسمه جرين نايت هو ليه أخضر أصلا فقال لها إنه هو علشان هو مش من الأرض دايت فقالت له إزاي مش من الأرض وهو أصلا جرين والأرض عبارة عن جرين والجرين معناها الحياة والأحمر معناها الشهوة والشهوة بيجي بعدها الخضار اللون الأخضر أو الخصوبة بمعنى أصح اللي بينبط في رحم أي إمرأة وبالتالي بتطلع منه الحياة أو بينبط منها الحياة اللي هو ولادة طفل جديد ولادة حياة جديدة وبالتالي هنا لون الأخضر أو نبات الأرض دايت في نهاية المشهد خالص كان بيحمل نفس المعنيين معنى إن الشاب دوت لسه عايش وبالتالي كانت حياة جديدة وهيكملها عادي جدا أو إن الخضار دوت هو الأشجار اللي بتنبط حوالين شواهد الكبور وهنا عايز أعرف رأيكم في الكومنس إيه رأيكم في هذا الفيلم وإيه تقييمكم له وإيه الحاجات اللي كانت محتاجة تفسير وتوضيح أكتر وأنا ما ذكرتهاش فيه خلال الفيديو أتمنى أعرف رأيكم في الكومنس ونتناقش مع بعض كده زي ما بنعمل كل مرة يارب تكون الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشيروا وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يجي لكم كل جديد في الفيلم تيفي كان معاكم مصطفى مازن موسيقى 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 موسيقى